طالبات حرمو صاحب اسمو حاكم الشرق سمو شيخ جواهر بنت محمد القاسمي المناصرة البارزة للأطفال اللاجئين في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين رئيسة مؤسسة القلب الكبيرة أفراد المجتمع في دول العربية كافة وباقي أنحاء العالم بضرورة تقديم الدعم العاجل والمتواصل لحماية النساء والأطفال اللاجئين من التشرد والعنف والاستغلال وضمان حماية كرامتهم الإنسانية في دول اللجوء تفاصيل أكثر مع زميل مراد الشباب كل إنسان في هذا العالم عليه أن يتخيل نفسه مكان اللاجئين ليقوم بواجبه بتلك الكلمات طلبت حرمو صاحب السمو حاكم الشرق سمو شيخ جواهر بنت محمد القاسمي المناصرة البارزة للأطفال اللاجئين في المفاوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين رئيسة مؤسسة القلب الكبير طالبت أفراد المجتمع في الدول العربية كافة وباقي أنحاء العالم بضرورة تقديم الدعم العاجل والمتواصل لحماية النساء والأطفال اللاجئين من التشرد والعنف والاستغلال وضمان حماية كرمتهم الإنسانية في دول اللجوء اسمه الشيخ جواهر القاسمي وخلال زيارتها إلى أحد مراكز اللاجئين بتركيا والتي تستقبل نحو مليوني لاجئ سوري أكدت أيضا أن أزمة اللاجئين وتحديدا اللاجئين السوريين ستدخل في نفق مظلم لا يمكن لأي حكومة أو مؤسسة دولية أن ترى نهايته ما لم تتوحد الجهود الحكومية والمجتمعية كافة للعمل ضمن إطار واحد ومنظم لتوفير احتياجات ومتطلبات اللاجئين في الدول المستضيفة والعمل على رعاية النساء والأطفال الذين هم الأكثر تأثرا بتداعيات الأزمة هذا والتقت مناصرة اللاجئين وصوتهم للعالم التقت مجموعة من السيدات السوريات اللاجئات والمقيمات حاليا في تركيا واستمعت منهن إلى أوضاعهن الحالية والمعاناة التي لحقت بهن جراء تركهن لوطانهن وبيوتهن واللجوه إلى أرض آمنة بعيدا عن التوتر والخوف والموت ودعت المناصرة البارزة للأطفال اللاجئين في المفاوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دعت أفراد المجتمع العربي والعالم أجمع إلى تحمل جزء من واجبهم الإنسان تجاه قضية اللاجئين السوريين وقالت لا يمكن لأي شخص عربي غنيا كان أم فقيرا أن يقف موقف المتفرج على ما يتعرض له أشقاء السوريون في رحلة لجوئهم نحو دول آمنة فكرة إنشاء ملاجئ خاصة للسيدات والأطفال اللاجئين كانت أيضا ملفا حملته سمو الشيخة جواهر القاسمي حيث ناقشت مع المفاوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنشاء ملاجئ خاصة للسيدات والأطفال في الدول المستضيفة للاجئين تخصص للنساء اللاجئات وأطفالهن اللواتي لا يوجد لديهن معيل لحمايتهن تحت إشراف المفاوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وحكومة الدولة المستضيفة معتبرة أن نتيجة الحروب التي تشهدها المنطقة منذ أكثر من أربع سنوات ونتيجة الموت الذي بتنا نشهده يوميا في بعض الدول العربية وتحديدا في سوريا نرى اليوم العديد من النساء والأطفال بلا زوج أو أب أو أخ وذلك يجعلهم عرضة للاستغلال والعنف من قبل ضعفاء النفوذ وبالتالي ستتفاقم معاناتهم وستمتد إلى أبعد مما هي عليه الآن ولذلك دعت الشيخ جواهر إلى أن يكون هناك توجه عربي ودولي سريع لإنشاء ملاجئ خاصة بالنساء والأطفال لحمايتهم وتوفير منطقة آمنة لهم تتوفر بها المتطلبات الأساسية لحياة آمنة وصحية وبهذا تكون زيارات سمو الشيخ جواهر القاسمي منصبة كلها في استكمال دورها الإنساني والعالمي في نصرة اللاجئين أينما كانوا وكيفما باتوا